أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من اشتباك مباشر مع عمر كلاب في هذه الحلقة سنتناول ما هو أكثر خطرا من تطوير المناهج أو تعديلها أو تغييرها ما يحدث الآن حرب ربما مفتوحة تحت عنوان تغيير المناهج حرب تطال فكرة الدولة المدنية وتطال فكرة التيار المدني الأردني الذي بات عرضة للهجمات إما بالتخوين وإما بالتكفير حلقة جديدة من اشتباك مباشر أتمنى أن نتواصل فيها على أرقام البرنامج وعلى صفحة البرنامج على راديو البلد على الفيسبوك بانتظاري مشاركاتكم مجددا أرحب بكم أعزائي المستمعين وأرحب بضيفي في الأستوديو الدكتور ذوقان عبيدات إذا جاز التعبير قائد حرب التغيير والتطوير للمناهج الأردنية مساء الخير دكتور مساء الخير أهلا وسهلا بك في برنامج اشتباك مباشر ودعنا دكتور نبدأ من لماذا التفت إلى المنهاج المدرسي ولماذا الدعوة إلى تغيير المنهاج الآن في ضوء يعني هالحراك الإقليمي ونمو التطرف والإرحب الالتفاة نحو المناهج المدرسية ليست حديثة أنا بالتسعينات كنت عضو بمجلس التربية وكنت أمارس هذا الدور في نقد المناهج وتحليلها وكنت ضمانة على أن لا يأتي أي كتاب إلى أي طالب بوجود مثل سلوكات تؤدي إلى العنف أو التطور أو التطرف أو الإلغاء ما تغير هو الجو العام في الأردن وليست الحملة على المناهج قديمة ومستمرة والمطالبة بتطويرها وتحسينها مستمر لكن هناك شعور متزايد في المجتمع الأردني بدأ يتحفظ ويرتد ويتمترس خلف قواعد ثابته حرصا على أن لا يحدث أي تغيير يعني عمبارح كنا في ندوة في مركز الحقيقة الدولية للدراسات البديلة وكان الاتهام لك حصرا أنت والدكتور حسني عايش أنكم كنتم في التربية والتعليم ماذا فعلتم؟ حين كنا في التربية والتعليم ألا وحسني عايش الغينة من المناهج ناقصات عقل ودين حذفناها وقلنا تقولوا لسبعين ألف مراهقة أن الدين يقول أنتنا ناقصات عقل ودين ما الفائدة من مثل هذه الأمور؟ الغينة كثير من الأمور يعني في إحدى المرات في إحدى الكتب جابونا من شروط المؤذن ثلاث أن لا يكون كافرا أن لا يكون مجنونا أن لا يكون امرأة لاحظ حشروا المرأة مع الكافر والمجنون فقلنا لهم يعني لماذا حشرتهم؟ ألا يجوز أن نقول يشترط في المؤذن أن يكون مسلما عاقلا ذكرا؟ فالدكتور إسحاق طال الله في عمره إسحاق الفرحان قال شكرا أبدعت قدمت خدمة لمناهج التربية الإسلامية يعني بمعنى على الاتهامات ليست صحيحة أنتم حاضرون في تطوير المناهج منذ فترة طويلة منذ فترة طويلة وكنا يعني مع الأستاذ حسني عايش ومع آخرين مثل ريمة خلف ومثل الله يرحمه الدكتور منذر المصري والدكتور والأستاذ عز الدين الخطيب التميمي كان شيخا مستنيرا في قمة الاستنارة وكان يؤيدنا وكان يقول لمؤلفي الكتب بدي أريد وأنتم تكتبوا مناهج التربية الإسلامية أن تتأكد من أن حسني عايش أو ذوقان عبيدات واقف فوق راسك ولذلك دير بالك بدنا مناهج معتدلة بدنا مناهج أخلاقية بدنا مناهج يسودها الحب والعدل والمنطق السوي على الأقل طب لماذا الآن دكتور يعني هناك حجم الشرسي على شخصك يعني فيديوهات تسرب عن أحاديث إلك في ندوف الحزب الشيوعي في قناة رؤية وكأنك يعني أحد أبرز الأهداف المستهدفة من التيار الإسلامي أرجو أرجو أن لا يكون ذلك صحيحا أنا لست مستهدفا من قبل التيار الإسلامي أنا بوضوح قلت عشرات المرات أنا أهاجم داعش فلماذا يغضب التيار الإسلامي؟ في احتمالين أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون أو أنه يربطون مصيرهم بمصير داعش داعش انتهى اليوم في تدمر وهن الأمة العربية والإنسانية بانتهاء تدمر ودخول الجيش العربي السوري إلى على ذلك ينعكس إيجابا على مجتمعنا بالأمس طالبوا بتحويلك إلى المحكمة بتهمة الإساءة إلى الأديان والإساءة إلى الأمير غازي وزوجته لأنك تهاجم الوحدة الأولى من كتاب التربية الوطنية حصرا التي ألفها أدل أمير غازي بن محمد أنا شاهد عياني بالمناسبة لم أرى اسم سمو الأمير غازي على الكتاب ليس موجودا على الكتاب في اسم دكتور غازي محمد طلال يعني كيف يمكن أن تعرف بأن هذا الاسم هو لأمير مثلا ولماذا أخفيت كلمة أمير إذا كان هو الشخص المقصود هل هناك ما لا يريد أن ينسبه إلى نفسه أو قد يكون قدمه كدكتور وكباحث يعني إذا كان زوجته مشرفة قدم باسم المشرفة باسم سموها يعني إذا القضية ما كانت قضية مؤلف وكذا زائد كلمة سمو الأمير جزء من الاسم وليست إضافة إلى الاسم هذه الوحدة أنا لم أهاجم الوحدة أنا هاجمت خلل موجود في هدف الوحدة وفي عرض الوحدة وفي كون الوحدة مخالفة للمنهج يعني ما ذكر في الوحدة ليس مطلوبا من المنهج ولذلك قلت هذه الوحدة خارجة عن المنهج اثنين وخارجة عن المنهج قبلنا لكن خرجت عن المنهج وقدمت أفكارا لا يمكن قبولها هناك منطق مثل أنه الاستخارة تقودك إلى الحقيقة وكأنه يقول الاستخارة منهج علمي للوصول إلى الحقيقة اثنين مثل لما يقول أنه العلوم نشرت الكفر والإلحاد العلوم الحديثة حتى لو كان بمجال أنه يقارن بين إيجابيات العلم وسلبيات العلم لا يقال بأن العلم نشر الكفر والإلحاد خاصة نحن نعيش في بيئة ما هي البيئة الأردنية ما هي البيئة المحيطة بالأردن ماذا فعل الدواعش في إربد وماذا كان يكتب لو نجحوا في إربد هل نزودهم بهجوم على العلم ونقول نشر الكفر والإلحاد وبالتالي ممكن أي أستاذ رياضيات أو أستاذ كيميا يصير مشروع كافر اثنين وأرجو أن نسحب كتاب التربية الثقافة العامة من التداول لأن وزارة التربية بعد النقد الذي وجهه له سحبته وألغته ولذلك لماذا يدافعون عنه ولذلك لماذا يهاجمون من هاجم الكتاب يعني التربية والتعليم الآن تعيد قراءة المناهج وفقا لما تقولون أنتم لماذا الآخر غاضب الآخر غاضب لأنه لا يقرأ أنا سمعت أستاذ جامعي في برنامج نبض البلد بقول أنه من هاجم المناهج لم يقرأوا كتابا واحدا وهو أستاذ يحمل لقب صاحب الفضيلة قال أنه أنا أتحدى إذا كان اللي نقدوا المناهج قرأوا هذه المناهج والكتب وإحنا قدمنا بالصفحة والجزء والفصل والوحدة والكذا وكنا نقول هذه موجودة في صفحة كذا من كتاب كذا إذن من اللي ما قرأ في إحدى الندوات أحد المنافحين عن وزارة التربية والتعليم أو أحد المنتفعين من وزارة التربية والتعليم بقول أنه يعني فوجئ أنه في فرق بين المناهج والكتاب المنهج والكتاب وكأنه يعتقد بأن ما وجد في السوق هو الكتاب فقط ولا يستند إلى المناهج الموجودة على أين أكبر إثبات أن وزارة التربية غيرت الكتب ولم تغير المناهج وهذه يعني عملية زي سرقوا الصندوق يا أبو لمعة بس مفتاحه معي دكتور أحد أبرز الاكتهامات التي توجه إليكم أنكم انتقلتم من الهجوم على المتدينين إلى الهجوم على الدين أي أنكم تستقصدون أصل الدين لو أحد ما يذكرني بأن هناك هجوم على المتدينين أو هجوم على الدين أنا مقالاتي واضحة جدا الدين مقدس والنصوص الدينية مقدسة ولا يجوز مناقشة هل هي صحيحة أو خاطئة إحنا ثقافتنا إسلامية تقول بأن النصوص مقدسة ولذلك في مقالة قبل أسبوعين بجريد تلغت قلت الكتاب منتج بشري وأي نص تأخذه وتوظفه في مكان ما صار النص بشريا ولم يعد نصا مقدسا النص يبقى مقدسا ما داما في إطار قدسيته داخل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لكن إذا استخدموا أحدهم في مكان ما وأعطاه معنا ما يحق لأي شخص أن يقول هل هذا في مكانه أولا أريد أن أعطيك مثالا سيدنا عمر بن الخطاب وقف أمام الجمهور قائلا من رأى فيه عوجاجا فليقيمه فردوا عليه قالوا له لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا شو معنى لقومناه بسيوفنا تمشي هذه هاليام مين اللي بيقوم الحاكم البرلمان ولا سيوفنا لا البرلمان والمواطن والإعلام ولكذا طيب مصلحة مين نقول أو هل ترضى السلطة أن تقيم بالسيوف والسلطات اللي قيمت بالسيوف عن جيراننا وصلت إلى نتيجة معقولة إذن لما تقول أنا لا أناقش قول سيدنا عمر بن الخطاب ولا أناقش أي فكرة لكن هل استخدام هذه الفكرة مناسب في العصر الحديث هل أدوات التغيير أنت تطالب ببساطة أن يتم أن يكون المنهاج مواكبا للعصر ولأدوات العصر قد يكون في ذلك السبق ما في عندهم غير السيوف لدينا أدوات أخرى إحنا المرحلة الأولى اللي من طالب فيها ألا يحتوي المنهاج ما يناقض المنطق السوي نعم والأخلاق السوية أنا لست متفائلا لأطالب بمنهج عظيم أنا يعني حدود تفاؤلي قيم الغلط اللي موجود بس طيب يعني سكان الأردن مسلمون ما تزبط يا عمي ما تزبط هذه حقيقة غير علمية نص غير علمي لما تقول أنه بالكتاب أنا ما انتقدت بس قلت في الكتاب موجود سكان الأردن مسلمون وهذه يناقض لو عندنا مسيحي واحد يناقض المنهج العلمي يناقض المنهج العلمي يعني على أي أساس سكان الأردن مسلمون لما قلت في درس التعايش درس العيش المشترك اسمه صورة كبيرة لمسجد الملك عبد الله في العبدالي وراء جبل الحسين وراء مئات يعني آلاف المنازل ولكذا وبجنبه كنيسة على بعد يعني لو الكامرة ما استخدمت الجانب الآخر بس فإذن هذا ليس هجوما لا على المسجد ولا على اللي بروحه على المسجد ولذلك بدي أوضح ليس هناك هجوما على المتدينين أبوي متدين وأمي متدينة وإخواني متدينين وأنا عملت عمره ست مرات القضية ليست قضية هجوم على المتدينين لكن إذا رغب بعضهم أن يوحد بينه وبين داعش فهذا يرجع له أما أنا هاجمت الفكر الداعشي بالمناهج ولم أتطرق إطلاقا لأي فكرة تتعلق مرة ثانية الكتب منتج بشري والمناهج منتج بشري ليس لها طابع القدسية دكتور يعني كيف يمكن أن نمايز بين المنهج الواضح والكتاب المدرسي وبين خطورة المنهج الخفي أليس أيضا المنهج الخفي ظاهر أخطار أن يدخل الأستاذ إلى الغرفة الصفية ويقدم منهجه الخاص وليس المنهج المكتوب صحي إحنا لما نقول المنهج بالمفهوم الحديث للمنهج يتضمن من يقدم المنهج فالمعلم هو جزء من المنهج فلما نقول المنهج يشمل المحتوى ويشمل المعلم ويشمل طريقة المعلم في نقل المادة ولذلك أسلوب التدريس قد يكون داعشي حين يلقن تلقينا وأفكار المعلم أو ما تسميه المنهج الخفي قد يتسرب في أي درس وبالمناسبة لا منهج رياضيات لا منهج علوم لا منهج كذا يخلو من توظيف خاطئ لبعض نصوص يجب أن لا تكون موجودة إذن أهاجم التوظيف الخاطئ يعني لما يقولوا بوحدة المعادن والفلزات بيجيبوا أي قرآنية كريمة فيها كلمة الحديد طيب يعني هذا التوظيف ليس سليما ولا يخدم أصلا في دراسة للأستاذ حسني عايش وأنا أفخر أني يعني بستند لدراساته بتقول العلم له منهج خاص والدين له منهج خاص وأنا في كتبي من الاثنين وثمانين في الكتاب بالفعث العلمي بقول المعرفة الدينية مصدرها الوحي والمعرفة العلمية مصدرها التجربة والحس ففيه فرق بين مصادر المعرفة الدينية ومصادر المعرفة العلمية فالخلط بين هاي وهاي القضية إنها ماذا تخدم؟ لا تخدم أحدا وقد تكون في رد فعل أو تحدث رد فعل سلبي حين تجبر حقيقة علمية أن تنسجم مع كذا أو تجبر نصا مقدسا أن ينسجم مع حقيقة أستأذنك أخذ بس مداخلي من المجتمعين أستاذ أب مينة مساء الخير مساء الخير أستاذ الحبيب خياك الله أنا قبط من أجباط مصر بس بدي أحكي لأستاذ الحبيب وأنا بالستين أتفقى في مدرسة صفيسة جغلول في صعيد مصر الكدائية مساء الله يرحمها مديرة المدرسة مع زينب قالت لي إقرى الحكمة مسكت الحكمة حفظت عن صم إيش الحكمة بتقول الله ربي والإسلام ديني المدرسة إيه أبو مينة المسيحي حكيت الآية وإحنا كان فيه تعايش ومحبة أستاذ الحبيب بدي بس أرجع للكتب المدرسية صدل بيقولك إذا أردت أن تتحكم في جاهل فعليك أن تغلف كل باطل بغلاف ديني نعم هذه المشكلتنا إننا إحنا لما بنتحكم في أي جاهل بتحط المعلومة الدينية وأنا لن أنسى أستاذي كتاب كلامة وكلمة صادرة من الرسول الكريم ورسول المحبة عندما قال لا ترجعوا بعد كفارا يضعب بعدكم رقابة بعض يا رجل يا طيب الآية العظيمة اللي عندكم بالجيد الإسلامي اللي بتقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإلا بيستطيع بلسانه وإلا بيستطيع بقلبه وذلك أضعف الإيمان ما قال بحد السفع أستاذ الحبيب فأنا بقول المشكلة بالتعليم بيقولك حارب الكفر والمشركين والنصارى فأنا بتمنى من وزارة التعليم العالي في كل الأمة العربية أن تغير هذا السيسم أنك تكره عدوة في عدوة بين المسيح والمسلم لن يرضى عنك النصارى والكفر أو كذا فزي ما حكى رسولك الكريم لست أخاف على أمتي جوعا يقتلهم ولا عدوا يشتحهم ولكن أخاف على أمتي من أئمة مضلين فأتمنى يا أستاذ حبيب أحنا أبو مينا بنقول أنه إحنا مواطنين بصرف النظر عن ديننا وعرقنا ولوننا الدين لله هذه قضية أخرى ولكن أنت أخي في الوطن وأنا أخوك في الوطن فش تمييز بيننا على هذا الأساس شكرا إلك أبو مينا شكرا يعني أيضا في دقيقتين قبل الاستراحة دكتور أيضا هذا المنهاج العام اللي عم بعض انطباع للآخر بأن يرتاب أو أن يخاف يعني لما فيش ولا ولا يعني هذا الإحساس عند المسيحي العربي وشفناه في أبو الربية العربي كان ظاهر أنه قلق وخائف كيف يمكن أن يطمن ليس قلقا ولا خائفا النتيجة بتشير أنه تركنا وغادر نعم واللي ما غادر قتل يعني القضية أكبر من أنه مدرس يشرح مادة لطالب فيه إشي اسمه المنهج الوطني يجب أن ينمي هوية وطنية وليس هوية فرعية الهوية الوطنية هي الهوية التي يشعر كل إنسان في الأردن بأنه مرتبط بهذه الهوية ما بصير منهج يركز على تنمية أخلاقيات الطب متجاهلا المهن الأخرى نعم أو منهج يركز على تنمية الجنوب وهوية يعطي هوية جنوبية ويقول الجنوب أهل الأصالة والجنوب أهل الكذا طيب فيه طالب شمالي أو طالب وسطي قاعد بالمدرسة ويسمع كل يوم الصباح أهل الكرم والنخوة والشهامة والكذا يعني جبت الجنوب مثلا يعني يمكن أن تكون شملت والنية إربط أو البلغة أهل العز والكرامة يعني لا يجوز لا للإعلام ولا للتربية ولا للفن أن ينمي هويات فرعية فرعية عليه أن يركز على الهوية الوطنية لماذا المصري بيعتز أنه مصري؟ لأنه الهوية الوطنية لأنه تنمى هوية وطنية اللبناني بيعتز أنه لبناني الأردني يعني نحن بحاجة إلى تنمية هوية وطنية أردنية باختصار وهذه مهمة المناهج ولن تتحقق إلا إذا أشرف على المناهج هيئة وطنية وليس هيئة معينة من وزارة التربية يعني أعزائي المشاهدين أترككم في استراحة قصيرة أو فاصل لنشرة الأخبار ثم نعاود الحوار مع ضيفنا الدكتور ذقان عبدات واتصال أيضا على الهاتف سيكون معنا نقيب المعلمين ألقاكم بعد الفاصل وجه راسي ما بفهم بالسياسي نعود إليكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من اشتباك مباشر ونرحب مجددا بضيفنا الدكتور ذقان عبدات مساء الخير دكتور مساء الخير دكتور الآن يعني ما هو وجه الاعتراض على وجود 44 آية في وحدة أولى شو المشكليين؟ يعني وحدة ثقافة عامة هل أنت ترى أن التربية الوطنية والثقافة العامة يجب أن تكون معزولة عن الثقافة الدينية ولا بنا نقول في منهاج ثقافة عامة وفي منهاج ديني؟ الثقافة الدينية تغطي معظم جوانب ثقافتنا وقيمنا اليومية 90% في دراسات بتقول 90% من قيمنا اليومية قيم دينية وفي قيم معاصرة شوي وفي قيم مورثناها من الأتراك وفي قيم مورثناها من الفرس وفي قيم استمرت معنا من الجاهلية لكن غالبية قيمنا هي قيم إسلامية لا خطأ على الإطلاق يجب أن تكون الثقافة متسمة بالطابع الإسلامي في مشكلتين بالموضوع المشكلة أنه لمن تقدم هذا الكتاب؟ هل تقدمه للطلبة المسلمين والطلبة غير المسلمين؟ نعم إذا قدمت لجميع الطلاب ما غرضك من تقديمه لغير المسلمين؟ هل تريد إقناعهم بشيء؟ هل تريد مساعدتهم على التكيف؟ أنا بفهم في ألمانيا مثلا في الدنمارك بدرس الدين الإسلامي للطلاب الأصليين بقول لك مشان أخليهم قادرين على فهم زملائهم اللي عايشين معهم نعم فتدريس الدين الإسلامي يساعد الدنماركي أو الألماني على فهم الأتراك المسلمين اللي بعيشوا بألمانيا أو اللي بعيشوا بالدنمارك الخطأ مش شون؟ الخطأ ماذا تختار من الآيات وكيف توظف هذه الآيات؟ إحنا قلنا مرة ثانية الآيات مقدسة طريقة توظيفها إذا بتكتب عشر صفحات بتضمنهم عشرات الآيات وعشرات الأحاديث إذا لم يكن ذلك على حساب الموضوع الموضوع كان فلسفة ومعرفة طيب في معارف أخرى في معارف فلسفية في معارف علمية في معارف إحيائية رمزية ليش أقدم نوع واحد من المعارف فقط وأركز على نوع باجي يعني اليوم بناقش كتاب للصف السادس ابتدائي لغة عربية جديد بكل وحدة نهايتها في نشاط النشاط بقول للطالب ارجع إلى كتب الأحاديث واستخرج حديثا ينص على كذا هذا ليس خطأا لكن في عندك سبع أنشطة ست منهم ارجع إلى كتب الحديث أليس ذلك على حساب أنشطة أخرى بحبها الطالب أنشطة فنية أنشطة رياضية مش معناها الأنشطة الفنية والرياضية أغلى من الأنشطة الدينية يجب أن تقدم ألوانا مختلفة والثقافة فيها قيم مختلفة وعلى المنهج الوطني أن يقدم ثقافة وطنية أنا بحاجة أن أقرأ فكر عمرال معايطة أنا بحاجة أقرأ فكر كائد المفلح عبيدات وصف التل جمال الشاعر يعني أنا بحاجة أن أقرأ فكرهم يعني فلاح المداتها يعني ألا يعطي قيمة ما إذا بدي أذكر اسمه على سبيل المثال يعني مش يشكلي بس أنه الآن سبع أنشطة على أقل سبع أفرح متنوعة متنوعة ارجع إلى كتاب كذا ولذلك بقول لك هل هذا هجوم على الأنشطة الدينية لا يا هامي مش هجوم على الأنشطة الدينية بدك تنوع الأنشطة بحيث أنه الطالب نجذبه وبالأخير بتقول لك الطلاب ضعيفين باللغة العربية بعرفوش يقروا يكتبوا ضعيفين لأنه منهجك يعني بأخذهم لمسالك يعني الجرعة الدينية زائدة تراها في المناهج أو غير موظفة توظيف دقيق لا يختار يعني في كتاب التربية الإسلامية الجزء الأول اللي ألغي واستبدل بكتاب جديد ولا آية قرآنية كريمة ولا حديث في كلام عن العذاب والكفر والإلحاد والظالمين والنار والكذا الكتاب الجديد اللي استبدل لم يأخذ من الآيات التي تنشر الرحمة والمحب بين الطلاب إذا بدنا نحكي عنها بنحكي أنه كانت مناقضة لما حذفه الكتاب القديم وكأنه مؤلف الكتاب بقول أنا بقرر لكم دينك وشو هو مش ديننا اللي بقرر لنا شو هو يعني التفسير الديني أخذ قداسة نص الديني التفسير الديني أخذ قداسة النص والمشكلة ليست مع التفسير الديني المشكلة مع اللي ما قروش شي ما قروشه بيهاجمه الآن أنت قلت بالنفاهم الآن مناهجنا داعشي نعم قلت فيها بالضبط فيها أفكار يمكن أن تستغل داعشيا من خلال معلمين يحمل بعضهم الفكر الداعشي وهذه عبارة علميا دقيقة جدا أن المنهج يوفر الأرضية التي يمكن أن يستثمرها بسهولة المعلم أو غير المعلم بسهولة من أبرز يعني لو قلنا مثلا واحد اثنين ثلاث مثلا باللغة العربية بالتربية الدينية باللغة العربية في قصيدة لشاعر اسمه يوسف العظم بالمناسبة يحطوله قصيدتين في صفين مختلفين وهو الله يرحمه مربي فاضل ولكنه ليس شاعرا في كثير من الشعر الحقيقيين اللي لهم دواوين شعر واللي واللي بيتمنوا شعرهم يصل للطلاب ما بحطوا لهم شعرهم بالكتب بحطوا شعر ليوسف العظم إحدى القصائد في الصف الخامس بخاطب ولاد الصف الخامس بقول زكي زكي كي تسلم أو تحرق في نار جهنم يعني تقول الولد مفروض عليه الزكاة هذا الطالب حر هو الشاعر هو مشاعر صاحب الفكر هذا حر يقول لبديو ياه لكن هل الطالب يعني مكلف أو هل الطريقة المناسبة إذا ما بتعمل هيك بدعس عليك هيك الطريقة المناسبة يعني هل هذا أسلوب تربوي تعتمد وزارة التربية إنه يا بترد علي يعني يعني يوسف العظم مثلا بأخوذ منه قصائد لمنهجين لكتابين لكتابين طب وعد عرار يا سيدي عرار عرار قلنا قلنا عرار مظلوم في المناهج حطوله قصيدة بالكتب الجديدة يعني تختلف كلية عن شخصيته لا تعبر عن شعره حطوله قصيدة مدح وهو معروف عنه إنه شاعر فكر شاعر إنساني شاعر متمرد نور نسميهم بحكة عن النور نور نسميهم ونحن بعرفهم منهم وفي عرف الحقيقة أنور هاي لحالة كافة لبناء وحدة وطنية صحيح الهبر مثلي ثم مثلك أردني التابعية هاي وحدة وطنية هاي مواطنة صحيح هل سطل يعني تيار سياسي واضح ونسميه أنا ما أحبش يعني هاي الالتواءات هل سطل الإخوان المسلمين على المناهج ووزارة التربية والتعليم بشكل واضح أنا يعني أجبت بصراحة على هذا السؤال المناهج مليئة حتى النخاء بثقافة الإخوان المسلمين نعم إلى الدرجة اللي لو عمر كلها بروح بتأثر بالثقافة اللي موجودة فالثقافة ثقافة الإخوان المسلمين يعني تمتلئ في ردهات وأذهان المؤلفين والقضية إنه لما يختاروا المؤلفين بختاروهم يعني من هذه الطبيعة كيف يختار المؤلف الآن أنت تطالب بهيئة وطنية عليا يعني مش تابع على وزارة التربية والتعليم الآن كيف يختار مثلا أنا اللي بعرف يعني نحكي شوي بالسياسة وهذا بالسياسة لما رئيس حكومة يكلف بتشكيل الحكومة بيصير مين بعرف جيب فلان فلان كان معي بكذا فلان كان معي بكذا فلان كان معي بكذا فبيجي عدد من الوزراء ممن يعرفهم الرئيس شخصيا ويثق بأنه عندهم قدرة على مساعدته بينما في المناهج إذا بدي أطبق النظرية وهي صحيحة بيجيبوا ناس مشان يساعدوهم مش مشان يسووا مناهج جديدة يعني إذا أنا إربدي بجيب ناس من إربد من قرايبنا مين عبيدات وتنفعلوا 200 دينار هذه الشغلة كنت أنا بوزر التربية أستطيع إثباتها نعم وكانت واضحة جدا لكن هلأ يعني تقدر تستنتج استنتاج مش معلومة مؤكدة نعم إنه من طبيعة اللي بكتبون ناس إنه هناك تحيز لثقافة ما عند المؤلفين بحيث تكون ثقافته أقرب ما يكون إلى الإخوان المسلمين يعني المؤلف عنا تنفيعة بنا نرزقه بكم من ليره بنجيبه ومشان الأمانة ومشان ننصف وزارة التربية كثير من الأعمال الحكومية وشبه الحكومية فيها هذا البعد التنفيعي آه يعني هي ثقافة يا رجل بالرياضة أنا كنت مسؤول عن الرياضة نعم لما ينقوا المنتخب الوطني والله إنه يجيبوا ناس بالواسطة على المنتخب الوطني يعني بتقدر تعين وزير بالواسطة بس حارس مرمى بتقدر تعينه بالواسطة مو بيخرب بيتك بتتدبر تدابوا كل نك عذيك اليوم في آخر كان نازل لاعب فقط كل مؤهلاته إنه يعني إنه كل مؤهلاته إنه أبو رجل أعمال ويبدو على علاقة فحطوه بالمنتخب نزل الولد معا؟ يعني أنا لا أعرف لكن لا أستغرب أو مر علي لما كانوا يعني بمنتخب السباحة إجت سيدة ومنتخب الكاراتين إجت سيدة تقول بنتي هي الأولى وما أخذوهاش على المنتخب لأنه أخذوا بنت فلان يعني هذا يحدث نعم مش إنه خلاف لقيم المجتمع الأردني حسب يعني كمان يعني كيف يمكن سطوة الإخوان في المناهج وكيف يمكن خصومتهم مع الدولة كيف يتركبين؟ خصومتهم مع الدولة حديثة نعم وليست قديمة لكن زراعة الثقافة الإخوانية بالمناهج زراعة قديمة وتاريخية كانت الدولة فيه كتاب اللي سميح المعايطة عن الدولة والإخوان وفيه نشر بصحف أجنبية أنه يعني هناك تفاهم غير معلن وغير مكتوب بأنه الإخوان المسلمين يرتعوا على حساب غيرهم من الأحزاب في سبيل يدعموا الدولة في مواقف معينة وبقيت هذه السياسة من الخمسينات والستينات والسبعينات وكانوا الإخوان المسلمين هم الناصرون لسياسات الدولة بما فيها حلف بغداد يعني أنه ما اتخذوا موقف كذا ف يعني هذا التفاهم حين استبدى الإخوان في مصر وحين اختطفوا الثورة المصرية وحين جاء مرسي شعر الأخوان المسلمين بقدرتهم على استلام السلطة ومن هون صارت لهم تطلعات تزعج بعض أجهزات فصار التباين بينهم وبين الدولة على أساس أنه ركبناك على الخرج ركبناك ورانا مديت إذن إذا الآن هل خليني أخرج بسؤال استنتاجي هل المطلوب من المناهج أن تكون مناهج ضد الدمقراطة ضد انفتاح العقل ضد الإصلاح بمعنى الشامل وبالتالي هذه وظيفة قد يقدمها الإخوان في معايير المناهج المعيار الأول معيار الحداثة أحدث المعارف اثنين معيار المهارات ما يجعل قادرا على إنتاج المعارفة المعيار الثالث معيار المنفعة ما ينفعك في حياتك العملية المعيار الرابع معيار المنطقية بمعنى أنه تقدم إشي منطقي معنى منطقي أنه مواطنة كرامة حقوق إنسان المرأة الطفل هذه قضايا يعني لا تمس من المعايير التي يجب أن نركز عليها بالمناهج بدي قبل ما أنسى لما نقدنا كتاب التعيش المشترك أنه صورة كبيرة للمسجد وما فيهاش كنيسة بالكتب الجديد اللي صدرت قبل شهر حاطين صورة كبيرة وحاطين إطار صغير داخلها يمكن 2 سنتي بـ 2 سنتي ما قستوش بس يعني حاطين صورة الجامع والكنيسة ما سوا جوا الصورة الكبيرة بيعني بما معنى بدكوا صور كنيسة خلوا إشباوه يعني يعني أنا مش فاهم ماذا نريد يعني للآن هل كل الاتهامات تقوم على أنكم يعني تستثمرون هذه الدراسات بتمويل غربي أولا أنكم أنت المقصود الدكتور ذوقان عبيدات دكتور حسني عايش زليخة أبو ريشي مروان لمحش يا سيدي كل أدرى بما له أما بالنسبة لحسني عايش وأنا بجاوبك طلبت منا هيئة أردنية أن نصدر كتابا عن التعليم أنا وحسني عايش سألهم منين التمويل قالولو من مؤسسة كذا الألمانية قال أنا ما بشتغل هذا حسني عايش بالنسبة إلي أنا معلولي طلب هيئة أردنية آه هيئة أردنية هي بتتكتب اسمها مركز كذا للدراسات والكتاب يصدر باسم المركز نعم سأل عن التمويل ورفض المشاركة لأن التمويل يعني أجنبي شوف موازنة الدولة فيها تمويل أجنبي صحيح ولذلك لا يزايد أحدا على التمويل لا أنا أنا أريد أن أسألك أنت ولولا ولولا التمويل الأجنبي أكلنا هواء صحيح أو أكلنا إشي ثاني طيب الآن أنت تتلقى تمويلا أجنبيا لهذه الدراسات أم لا الدراسات كل دراسة تكلفني بدقة تكلفني مشاوير بالسيارة عشر دنانير وجور طباعة عشرين دينار بدأش تمويل أجنبي يعني ما بتهاش تمويل أجنبي بس ما فيش لو حدا يمولي الطباعة يكثر خير ربه يكثر خيره بس قاعدين وحسني عايش والله يبركض حزين ما عندوش سيارة بركض ماشي وبأخذ تكاسي وبركض على الطباعة أي تمويل أجنبي دلونا بأنه بجوز اللي بنتقدكو ترى بوخ التمويل يسيتي يعني أنا مش ضد القصة أنا بدي أسأل الآن يعني مظبوط سؤال زملاء نجوه بقولوا طيب الآن عنا إشكالية في المنهاج خايفين من المعلم كيف يمكن أن يكون دور الأهل أكثر إيجابية أكثر تفاعلية أحيانا مراقبة بروع عليك ابنك بأسئلة صادمة مراقبة مراقبة ما يحصل عليه الطالب من المدرسة في حضانات بتوزع الرؤية تبح حضانة من الحضانة إلى الجنة بضمنوك يعني إذا إجيت عنا بتروع على الجنة في مدارس بتقول للأولاد اللي ما بتتحجب بالصف الأول ابتدائي تيجي الحياة عليها بالليل بالفرشة وبتهجم عليها يعني لا تستطيع وزارة التربية حتى لو كنت أنت وزيرا للتربية لا تستطيع مراقبة المعلمين وما يحدث في المدارس لكن الأهالي يستطيعون أن يكونوا على وعي لأنه مدر المدارس هم جزء من المعلمين بقدروا شراقبوا أو برغبوا في تسريب ما يريدون من أفكار أما الأهل هم اللي بقدروا يراقبوا ماذا يتعلم ابني في المدرسة وأنا يعني بنصح الأهالي أنه يراقبوا بدقة ما يدرسه الطلاب بالمدارس لأنه المناهج عملية اجتماعية وطنية وليست عملية تتعلق بمؤسسة يعني يعني دكتور الحديث معك لا يمل ولا يعني يحتاج إلى حلقات وسنوعد بحلقة قادمة أيضا مع أطراف تعادي حتى يكون المستمع بالصورة منذ أمس اتفقت أنا والدكتور حسام المشي نقيب المعلمين على أن يكون مشاركا في الجزء الثاني من هذا الحلقة ولكن يعني حاولت الزميلة بالهندسة الإدعية أستاذي سميرة حاولت أكثر مرة لكن مبرد على تليفونه يعني نتمنى أن يكون المانع خيرا لا أن يكون رفضا لحوار مع يعني رأي آخر وإن كنت أرجح أن الحوار الآخر مرفوض وكما يعني فهمت من ندوة مبارح التي خرجت فيها بانطباع أنني خشيت على مدنية الدولة من تلك الندوة في النهاية لا يسعني لأن أشكر الدكتور ذوقان عبداد شكرا على سعة صدرك وعلى حضورك وشكرا للمجتمعين الأعزاء ونلتقي في حلقة قادمة شكرا إلى كلمة صغيرة فقط أنا مش أخشى على مدنية الدولة أنا أعتقد أنها يعني يعني في خطر في خطر هذا كل ما لدينا نلقاكم على خير إلى اللقاء الثلاثة القد ترجمة نانسي قنع